قبل مبدأ حلقة النهاردة ما ينفعش أخش في تحليل المباراة إلا لما طبعا يعني نترحم كلنا على روح الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة توفى النهاردة صباح اليوم ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويجعل بقى كل الخير والحسنات اللي عملها في حياته في منزان حسناته إن شاء الله بإذن الله الدكتور محمد مشالي طبعا رجل زمالكاوي في الحلقة بتاعت الكابتن طريق يحيا لما قاله مش هنسك الجملة الجميلة إلا قاله أنا زعلانة للدورة وقف عشان ما بتفرجش على الزمالك دكتور محمد مشالي دكتور كان بيعالج البسطاء بمبالغ زهيدة واللي كمان معوش المبلغ الزهيد ده تكلفة التسكرة اللي هي كانت عشر جنيه فيه أسر كمان ما كانتش معها لعشر جنيه كان الراجل بيعالجهم على حسابه مجانا دكتور محمد مشالي كل الأعمال الخير اللي عملها دي في منزان حسناته يا بخته عنده ربنا ويا رب ناخد ربع الحسنات اللي هو إن شاء الله بإذن الله تكون من نصيبه وتنفعه في عمله إن شاء الله بإذن الله ألف رحمة ونور عليك يا دكتور مشالي يا محترم يا اللي كشفت ناس كتير قوي بتبتك وبسطك وبجبر الخواطر اللي انت كنت بتعمله تعالوا بقى نخش النهاردة في مباراة النهاردة الزمالك وطنطا النهاردة الزمالك يفوز على طنطا 2-1 في المباراة الودية الزمالك بدأ الشوت الأول بمجموعة البتلاء اللي هي طبعا يعني حالتها يرسى لها والشوت الثاني الزمالك لها بقى بالناشئين اللي هم يستحقوا إنهم يتواجدوا على حساب البتلاء لازم إدارة نادي الزمالك طبعا كريم بامبو نتكلم بصراحة بقى كريم بامبو إمام عشور محمد أنتر كاسونجو حتى شيكابالا بعيد برضو عن مستوى محمد حسن عاوز بس مش قادر لو جبت دونجو خلاص محمد حسن أعتقد يعني هتبقى الدنيا صعبة جدا عليه الزمالك النهاردة كرتلون بيكشف مجموعة البتلاء النهاردة حالتهم صعبة جدا 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 قبل ما نخش في المباراة لو أنت زمالكاوي وبتحب دايما أنت تتابع عبارة نادي الزمالك وتحليلات مباريات نادي الزمالك أكيد يا سادنا اشتراكك معنا في القناة ولو أنت بالفعل مشترك بس مش مفعل زر الجرس فعل زر الجرس عشان دايما الفيديوهات الجديدة توصل لك إشعارتها بشكل مستمر وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك أكيد هتدعمنا بلايك للفيديو يلا بقى بينا نخش على السبورة وعلى تحليل مباراة النهاردة الشوت الأول النهاردة كارترون بقى يبدأ بتشكيلة البودلاء جنش النهاردة في حراس المرمى الناشئ حسام عبد المجيد النهاردة بيلعب وبيلعب جنبيه محمد عبد السلام بيلعب النهاردة باك يمين محمد عبد الغني باك شمال النهاردة عبدالله جمعة اتنين ديفندرز في نص الملعب بيلعب محمد حسن وجنبيه أو قدامه بشوية إمام عشور وعلى مين بيلعب شيكا وعلى الطرف الشمال بيلعب محمد عنطر والبلاء ميكر النهاردة كريم بامبو تحت مهاجم وحيد عمر السعيد الشوت النهاردة ما فيهوش كلام كتير يتقال ما فيهوش راغي كتير يتقال بس كل اللي قدر اقوله كل اللي انا استنتجته من الشوت هو طبعا فنيا شوت وحش جدا فعشان كده مشان يقدر نتكلم فيه كتير وكان فيه لعب عشوائي وشغل عشوائي كتير جدا بس فيه كلام مهمة قوي عاوز اتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة انا ساعدت جدا بعودة جنش عشان يرجع بقى جنش ياخد حاسة المباريات عشان خاطر بقى يخش مع محمد ابو جبل وتبقى فيه منافسة كويسة ما بينهم لاحظت النهاردة محمد عبدالغاني محمد عبدالغاني النهاردة بيلعب في مكان غير مكانه اللي هو الباك اليمين بس كارتيرون بيحاول يجهز محمد عبدالغاني على قد ما يقدر انا هقول لكم كارتيرون دماغه فيها ايه كارتيرون عنده في القايمة الافريقية في الدورة ابطال افريقيا اللي احنا في دلوقتي عنده حزم امام وعنده احمد عيد لقدر الله لو حزم امام اتصاب عنده احمد عيد الناشئ خبرته قليلة جدا وخبرته لسه الراجل ما يقدرش يلعب مثلا ماتش الرجاء سواء زهاب او عودة او حتى ماتش النهائي فكارتيرون بيجهز بديل حزم امام اللي هو محمد عبدالغاني اللي لعبها في الكونفدرالية مع جروس في ماتش العودة هنا في استاد برج العرب الحاجة التانية اللي انا خدت بالي منها النهاردة محمد حسن محمد حسن النهاردة عاوز تحس يعني عاوز يقول بس طبعا لسه بعيد محمد حسن عشان تكرنه بطريح حمد طبعا يعني صعب جدا بس محمد حسن للامانة عاوز يقول انا هو بس مش قادر امام عشور نفس الكلام عايز يقول انا هو بس مش قادر عبدالغاني جمعة النهاردة محتاج مباراة كتير عشان يرجع عبدالغاني جمعة بتاع الكونفدرالية اللي احنا عارفينه النهاردة برضو يعني عايز بقى اتكلم على الرباعي دول الرباعي دول سواء شكابالا في اليمين او عنطر في الشمال او بامبو او حتى عمر السعيد المهاجم اللي ارباعه دول مش عاوزين شكابالا ممكن يديك سبعة ممكن يديك حتة من فوق اللعيب ويعملها كبري ويعملها الحاجات الحلوة اللي احنا تفرج عليها دي انما شكابالا خلاص يعني لازم نكون منصفين ولازم نكون بنتكلم بمنتهى الامان احنا هنا في القناة عمرنا ما تحكنا على حد ولا عمرنا هنتحك على حد شكابالا اه كان انما دلوقت انت بتتكلم على شيكبالا خلاص بقى شيكبالا بقى خلاص احنا بقى نجيب الاهداف بتاعت شيكبالا زي ما انه ونتفرج عليها انما حاليا شيكبالا يعني اعتقد اني لو انا ما كان شيكبالا هخلص الموسم ده مع الزمالك دوري ابطال افريكيا والدوري واقول شكرا يا جماعة لو عايزيني مدير كورا انا موجود لو عايزيني يكون في الجهاز اداري انا موجود انما شيكبالا صعب جدا بعيد جدا 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 ان شيكبالا يرجع بقى يخش وينافس وبالأخص مع مجموعة اللعيبة اللي موجودة ومجموعة اللعيبة اللي لسه هتيجي الشوت الاول زي ما قلنا مش هنتكلم فيه كتير مفهوش كلام فني كتير عك كاروي شفناه النهاردة من البودلاء بتاع الزمالك الزمالك عنده مشكلة في البودلاء الجامدة جدا النهاردة كرتينهم بيحاول اديهم فرصة تانية انما طبعا انا اعتقد ان جزء كبير منهم هيطلع اعارة السنة اللي جاية الشوت الاول خلص دعالوا بقى نروح للشوت التاني ونشوف ايه اللي حصل النهاردة في الشوت التاني الشوت التاني كارتيرون بيبدأ بتشكيل مختلف خالص بيثبت جنش في حراس المرمى زي ما هو موجود وبيدخل محمد عبدالغاني من الباك اليمين بيلعبه مساك النهاردة ومخلي حسام عبد المجيد زي ما هو على الشمال بقى خرج عبدالله جمعة ونزل الناشئ حاتم محمد واحمد عيد نزل في الباك اليمين فبقت كده تشكيلة الزمالك النهاردة جنش احمد عيد في اليمين محمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد اتنين مساكين على الشمال بيلعب محمد وفي النص بقى النهاردة بيلعب اتنين شيسين مرعى وحسام بيسو هين الاتنين الناشئين النهاردة بيلعب في اليمين مصطفى فاتحي وبيلعب النهاردة في الشمال حسام اشرف وف ا beings on the main tasks الشوت الثاني كان فيه تلات اهداف الهدف الاول جابه النهاردد حسام اشرف من كرة لعبها له للمصطفى فتحي يمكن الشوت الثاني كان عنوانه عودة مصطفى فتحي من اول وجديد النهاردة وحشنة مصطفى فتحي باللغة كده اسم الشهرة بتاعه السافل طبعا هو سافل كرة عشان هو حريف اوي مصطفى فاتح يعمل كرة جميلة قوي لحسام أشرف اللي يخش عليها بدماغه عشان يفتتح الأهداف حسام أشرف زي ما افتتحها في المطش السابق بتاع وادي دجلة ما يلحقش الزمالك يتهنى بالهدف بعدها كتب حوالي عشر دقايق وتتلعب كرة عرضية من الجناح بتاع طنطة يلعب كرة عرضية عشان يخش فيها مهاجم طنطة في غفلة بقى من الاتنين المساكين محمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد عشان طنطة تجيب جون التعادل في الديقة واحد وتمانين بقى يعني يعود مصطفى فاتحي ويستغل خطأ المدافعين وياخدوا الكرة ويروح انفراد ويحطها حلوة قوي ويمابير رجل الحارس عشان يجيب الجون التاني النادي الزمالك عشان تنتهي المباراة اثنين واحد الشوت التاني برضو ما نقدرش نحكم على مجموعة الناشئين كارتيرون النهاردة لعب الشوت الاول بمجموعة البودلاء ولعب الشوت التاني بالناشئين ومخلي التيم الكبير التيم الاساسي الماتش بكرة ان شاء الله بتاع الطلاق على الجيش اللي هيكون برضو الساعة خمسة على ملعب برج العرب عشان بقى يتطمن على الفرقة بتاعته قبل المباراة الدوري وقبل المباراة الدوري ابطال افريقيا النهاردة طلعنا بحسام عبدالمجيد المساك العيب حلوة قوي محمد عبدالغني لسه برضو محتاج فترة عشان يجهز احمد عيد الناشئ بعيد تماما عن مستوى النهاردة لفت نظري حسام اشرف الهاف النهاردة هو مهاجم بس بيتأخر شوية تحت راس الحربة وبيخش بيزيد مع المهاجم عجبني اوي حسام اشرف لعيب حلوة قوي لعيب هادي قوي لعيب كرته حلوة قوي شكله كده زي اوسامة فيصل اتنين مهاجمين هيفرقوا كتير جدا مع الزمالك لسه المستقبل قدامهم ان شاء الله بازن الله ربنا يكرمهم بيخشوا الفريل اول ويبقوا احد نجوم الدوري المصري احنا وصلنا لنهاية الحلقة وفي النهاية لو انت زمالكاوي وبتحب دايما انت تعبق اخبار نادي الزمالك وتحليلات مباراة نادي الزمالك هيسعدنا اكيد يشترك معنا في القناة ولو انت بالفعل مشترك بس مش ما فعل زر الجرس فعل زر الجرس عشان دايما الفيديوهات الجديدة توصل لك اشعارتها بشكل مستمر وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم موسيقى